فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية حسن الله إليكم قال رحمه الله علّى لذلك بأن الذين شددوا على أنفسهم من النصارى شدد الله عليهم لذلك حتى آل الأمر إلى ما هم عليه من الرهبانية المبتدعة نعم النصارى آل بهم الأمر إلى أن شددوا على أنفسهم فآل بهم الأمر إلى الإنقطاع وترك العمل أو إلى الفساد وكم يقع الرهبان في المفاسد الكثيرة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله فهذا بسبب أنهم عملوا عملا لم يؤمروا به ولم يشرع لهم فأفضى بهم هذا إلى الخروج عن جادة الصواب وإلى المفاسد الكثيرة خلاف الاعتدال والاستقامة فإن هذا يحفظ الإنسان يحفظه من التساهل والتضيع ويحفظه من الغلو والتشدد والتطرف الذي يفضي به إلى ترك العمل والانقطاع وكل أمر جاوز حده فإنه ينقلب إلى غد كما في الحكمة